أصدقائي المشاهدين والمستمعين من حيكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نضوي فيها على القطاع الطبي اليوم على الأطباء شو وضعهم المستشفيات اللي تسكرت يعني في خمس مستشفيات أقفلت وين راحوا الأطباء مين عم بيواكب الأطباء وعائلاتهم اللي نزحوا إلى غير مناطق شو وضع الطبيب اليوم القاعد بالمستشفى 24 على 24 في ضغط كتير كبير على القطاع الطبي لدرجة نقيب أطباء بيروت عم بيقول الوضع القطاع الطبي هو بوضع حرج كلها التفاصيل بالملف أما البداية فرح تكون من الجامعة السقفية بالعالم اليوم الجامعة شو عم تعمل وجهت رسائل الجامعية العامة للأمم المتحدة كيف عم تضغط لحتى تخلص لبنان من أتون الحرب على الخط مباشرة معنا رئيس الجامعة السقفية بالعالم رجيهاني أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان مرسي أهلا وسهلا فيكم ومرسي للصدافة التي تكتلق لنا كيف تتحرك الجامعة السقفية بالعالم لأنقاذ لبنان من أتون الحرب قبل كل شيء بدي اتوجه للمنكبين بلبنان للشعب اللبناني أول شيء بأننا منحنى احتراماً للي ماتوا بدون زنب بلبنان للأبرياء اللي تركوا بيوتهم اللي اختربوا بيوتهم اللي هبطوا بيوتهم لسوق الحز فبطوهم بحرب مقلهم فيها ونحن كل عمرنا بلد مسائم نطلب السلام وصلنا لوقت انه الفلتاني اللي بالبلد وصلنا لهون عم نعمل حروب الآخرين على أرض ما نحن وعننا مليون مليون ومئتين ألف مهجر هلأ حسب ما عم نسمع نحن بالأخبار والأضرب من هيك أنه المهجرين عم يلحقون لوين ما كان حتى بمناطق آمنة عم يلحقون ما بعرف السبب شو هو الله يرحم اللي ماتوا وإن شاء الله مننتهي قريباً مع هالحرب الوسخة يلي نحن جرينا لإله والقرارة تخز من فئة واحدة من البلد يلي كل عمر كانت فوق القنون وما بتدع لحده وصلنا لهون نعم نعم وقدمت رسالي يعني كجامعة سقفية بالعالم لأمينة العام للأمم المتحدة ماذا تضمنت وكيف يعني اليوم يعني هل إلى مفاعل اليوم هالرسالة برأيك إن شاء الله أنا كنت بالشاركة بالجامعية الأمومية اللي صارت بنيويورك مؤخراً سبتمبر 27 سبتمبر وكان عندي لقاءات جانبية مع أشخاص يلي بمسلوا مثلنا المجتمع المدني يلي عندهم باور على الدولة الموجودين فيها كانوا كلهم على فرد رأيي إنه نحنا بلدنا ما خلص يعني الحرب اللي فتنا فيها ما كان لازم تفوت فيها هلأ نحنا رفعنا مكتوب للأمين العامة الأمم المتحدة مستوى جاتي ريس نطلب منهم بنشرح للوضع باللبنان مزبوط شو هو فحس إنهم بيعرفوا إشي هني بالإعلام يمكن منها كاملة والناقصة حطيناهم بالجاوبة بالرسالة تبعيتنا وطلبنا منهم إنه تندرج المقررات الأمم المتحدة الخمسة عشر خمسين ستعاش تمانين ستعاش سفر واحد تحت البند السابع من الأمم المتحدة هيدا يلي بيخلينا اللي من زمان نحنا إنه لازم يونيفل الموضوع باللبنان ما إنه بوقتها كان فيه سلة ما كان فيه مشاكل بجنوب يساعد الجيش اللبناني لحماية الحدود تبعوله نحنا بكتابنا هيدا يلي طلبنا فيه ندرج هالمقررات تحت البند السابع تسمح لهالدول لمجموعة دول تتابع الأمم المتحدة يلي نحنا لبنان بلد مؤسس موجودين فيها يدافع عن لبنان بأي طريقة اللي كانت ويدافع عن الشعب اللبناني يلي مظلوم بكل هالمعركة كلها سوا سوى بنتأمل نحنا إنه بهالمبادرة الأمم المتحدة مجلس الأمن يعطي ياخد قرار يسلم الدولة اللبنانية الجيش والأمن الداخل اللبناني الأرض يساعدوا هالجيوش الحفظ السلام يساعدوا بإعادة رسم الحدود وحماية الحدود وتسكيل الحدود معابر غير شرعية ويسحبوا صلاح من كل 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 الفئات باللبنان نحنا بدي وضح شغلة كتير مهمة إنه ألف ترامية واحد عم تطلب إنه ينسحب حزب الله أو المسلحين من جدوب لبنان لحد اللي طاني هذا الشي ما بيكفينا إذا نسحبوا لخلف الإطالي نسلاحهم بعد ومعهم نحن نرفض هالشي السلاح بدي يكون أيدين الدولة الدولة اللبنانية لا غير ويجلس اللبناني هو بيحفظ الأمن وبعدنا إسرائيل بالعدو بالألف سرامية واحد عم تحمي شمال تبعه شو عملنا نحن خربونا بلادنا هبطونا أرضنا ما خلونا شي زراعة أنا أكيد بهالفوسفور اللي عم بينزل بدنا سنين تترجع الأرض تعطينا كيف بدوا يعيش هالمزارع اللبناني اللي كان بجنوب طيب نحن أنا مش واجبيتي أحمي شمال إسرائيل أنا واجبيتي يخلي شعبي يعيش بهالسرع مية واحد مش بدوا يكون لما صلحة إسرائيل بدوا يكون لما صلحة إلي أنا مصلحة الشعب اللبناني على كل حال يعني موقع الجامعة اليوم الثقافية بالعالم يعني بتخول اليوم الجامعية العامة للأمم المتحدة هيك إنه تسمع شو بد ولا هيدا فوقف الحكومة اللبنانية كلماتها بمجلس الأمن ضغط الدولة لينفذ كل هالقرارات مدام نحن الجامعة منية الثقافية بالعالم نحن معترفين الأمم المتحدة وأعضاء بالمجلس الاقتصادي الإكتصاد والاجتماعي ونحن مستشارين نحن عندنا صفة استشارية يعني منعطي رأينا نحن بموضيع معينة موضيع بتهمنا وبتهم غير دول كمان منعطي فيها رأينا هلأ أكيد إنه مش نحن الواحدين حيتسموا علينا في الدولة اللبنانية إلى كلمتها بالآخر أكيد بس نحن في نعمل ضغط موجودين نحن عندنا الادفوكاسي جروب يلي مألف من أعضاء بالجامعة السعفية موجودين بكل دول الأرار أخذوا هالرسالة وسلموها لوزراء الخارجية بالبلدين اللي عندها أرار لحتى هم كمان يساعدونا بطلبنا نحن للتنفيذ هيدا أهم شيء نحن على الأرض بهالموضوع تجاه أعضاء المجلس الأمن للأمم المتحدة دونك هيدا يلي بقدر ساعدنا بدي أعطيك شغلة هيك لفتت لنظرنا بس منزاعد كتير بالإعلام بـ 13 أكتوبر هلأ مؤخرا كان فيه اجتمع بالأمم المتحدة كان فيه اكتراح من الأمريكان والفرنسيين على عدد إشياء لوقف إطلاق النار وبالآخر أدرجوا بالفقر 11 أدرجوا فكرة إنه إدراج المؤرارات لأمم المتحدة 1901 وغيرها لبنان تحت البند السابع يمكن سمعونا يمكن هنو محضرين عليها بس ما أقول تكون هيدا شرارة بعثناها نحن حتى هنو وعيوا على الوضع اللي نحن فيه نعم ماذا اليوم يعني حكينا عن القرارات وعن تحرك اليوم الجامعة سقفية بالعالم على صعيد السياسي وللضغط لتطبيق القرارات الدولية ماذا عن حملة المساعدات الإلسانية اللي عم بتقوم فيها الجامعة لأنه لبنان اليوم يصرخ في عنا عدد كبير من النازحين من مناطق لمناطق اليوم الدولة اللبنانية ممثلة بعدد من الوزراء عم بيرفعوا الصوت إن كان بالإدوية إن كان بالمساعدة الطبية إن كان بالغزاء بالإمدادات اليوم المالية شو هم تعمل الجامعة سقفية بالعالم بهالإطار الإنساني بصراحة نحن أول ما بلشت المحنة بلبنان تحركوا المجالي تابعونا والفروعة الموجودة بكل دول العالم لحتى لي يعملوا شي متل ما عملنا بأربع آب أربع آب عملنا كثير إشياء نفس اللجنة الأمين العام جوجها بيراعة كان ببيروت أول ما بلشت النزوح وضغرة اللي ببينها طلب مثلا سنوية حارة سخر كان أول ما وصل لها النازحين أمنينوا الحجيات تابعونا عامل أكيب على الأرض الأمين العام وعم نشتغل عم نساعد عدة مراكز إن كان نشوف يما بسوب الشمال يما بكسروان المناطق المعينة بس إنه وفيه نزوح نحن نقدر نساعده وعم نساعده ونحن على اتصال التواصل دائم مع اللجنة الموجودة ببيروت هلأ بالانتشار نحن بأنه كانت طريقة كتير سريعة شركنا مع عدة دول اللي حطت بتصرف جاية لبنانية طيارات للبنان إن كان بالإمارات إن كان بالبرازيل إن كان بتشيلي إن كان بكولومبيا في عندي مثلا من الشبيب كان عنده المؤتمر بالأرجنتين هلأ الویک آند الماضي تصلت فيه سارة هي الأمينة العامة بتطلب مني إنه فيه شباب بدون ينزلوا على اللبنان حتى يساعدوا كيف الطريقة بدنا نعملها دونك أنا نحن هيدا شي تير حساس هيدا تير سألنها تحتاج تتصلوا بالدولة تبعيتهم بتسمحوا ينزلوا على اللبنان يا ملأ سنتعرفي حضرتك تعد الدول مينعا أو بتنصح رعاياها ما يروح على اللبنان نحن هيدا قدرنا نساعد فيها عملنا خلقنا بالجامعة السقفية صندوق مساعدات اللينك تبعهم موجود على الويبسات تبع الجامعة wlcu.word في اتفقنا نحن مع شركة نقل مصاري نحول مصاري على لبنان ولمين بتكون تحولوا المصاري في اللجنة الموجودة في بيروت هي تبرم على المناط على المراكز الإيواء للنسحين بتشوف شو حاجاتهم نعم وهو دي كلهم موسائين يعني بيطلع فيهم شفافية يعني شفافية يعني مش عبر قنوات يعني اليوم السلطة لا لا السلطة لا نحن جربناهم بالزمانات وأكيد في كتير عالم بتعرف ما كانت زابطة ولا هلأ مثلا عرفنا نحن بارح كنت أنا شركة طيران بحكي نوياهم مشين اشياء شوفين نشحن عنا اشياء ادوات شو بسموها ادوات طبية وادوية وكذا ومساعدات وللولاد اكتر شي حليب عم تقلي فيه هلأ وصع لبنان يوكال حوالي أدوية وبعضهم عم بيقولولنا انه ما في أدوية كيف هلأ هلأ هممكن أنا بعتيد انه مش بس أدوية خمسين ألتون أدوية وغير أدوية بس كنوا بروح وزارة الصحة نعم وهلأ وزارة الصحة هي بتعطي القرار اذا فيك تنازل غرادك يا ملأ تبعت ليسا شو بيعت غراد نعم وهني بيقول لك مشينيك نحن بنورق بالقنوات يلي بتخصنا نحن يعني منعرفهم جمعيات منعرفها نحن اللي نحن عم نساعدها كلنا من زمان وكل شي واضح ونقلرد شاب تخص هالمحنة ونحن اللي بحب عنا جدول بكل شي وين فيت مصاري ونراح المصريات كتير شفافية ما عنا أي شي نخبيه أبنا أنا بدي إليك يعطيك ألف عافية يعطيكم ألف العافية نحن متكلين عليكم بلبنان يعني لبنان دايما المغترب بيعاون وبيخلي لبنان المقيم يصمد أو بيقوي يصمده بهالمحنة الكبيرة اللي عم بيمر فينا فيها وطننا شكرا لإلك رئيس الجامعة لبنانية سعافية بالعالم تفضل تسمحيلي دقيقة بعد بس تفضل إذا بتريدي أنا بالستة وتسعين كنت موجود بالأردن عند الشغل بالقوطين عم بتسمع التليفزيون طلع شي مون بريس بوقتا كان هو وزير عم بيحكوا كان هو وقتا بشين الوفاء والصلح باللبنان بالمنطقة شراء الأوسط قال لهم حرفيا ما بنسيها لأولادة حتى لكل أصحابي قال لهم نحنا إذا كان صار فيه سلم بتشرياء الأوسط إسرائيل بتزول كل العالم بيرجعوا على لبنان اللي كان شويش على الشرق وبيرجع لبنان بيقف على إجري والعالم كلها بتروح على لبنان والاستثمارات باللبنان نحنا بيزول بلدنا نحنا لسوق الحظ قدامنا لهم على طبق من فضة خراب لبنان اللي كاني متبال 2006 وعم ندفع حق كتير غالي نحنا بلد رسالة وبلد تعيش دخيلكم كفوا إيدكم على لبنان وخلونا نعيش وولادنا يعيشوا نحنا شبعنا حرب من 75 لليوم في جيل مواهل على الحرب وعلى المشاكل بنخلصنا بقى كفى نقطة على السطر نقطة على السطر شكرا لك رجيهاني رئيس الجامعة لبنانية سأفيد على مصدقاء المشاهدين والمستمعين بدنا نستقبل اليوم نقيب الأطباء في بيروت الدكتور يوسف بخاش وضع الأطباء بعد هالفاصل